أولا ماكرو جاب أوراق يبدو أنه أعد هكذا الأوراق لكن فاجأوا تبون ببيان في حواج كلام فارغ حقيقة الكلام اللي قالوا تبون يقرأ على كل الأوجه يعني يستطيع تراوغ به ولكن واحد زي ماكرو عندما يتحدث لك ماكرو يتحدثك على الاقتصاد الأبحاث الابتكار النقل بين التنقل بين الجهتين الانتياج السينمائي الألعاب المتوسطية مثلا نذكر شكرهم ركز على قضية عزهم على الحرائق وتكلم على التاريخ المشترك والمعقد والمؤلم والماضي نقطة مشتركة يعني وركز لهم على كلمة الماضي والحال المستقبل نحن قال لك الماضي خليه للباحثين وعاود هذا ما أكد أنه عندما قال لهم قبل بأنه نظام يعتاش على الذاكرة أكدها في ندوة الصحفية أنه نظام يعيش على الذاكرة لذلك سوق لهم كثير لو ترجع الكلام وتلقاه كثير تحدث على مسألة الماضي الماضي ماضي والحاضر حاضروا المستقبل المستقبل أنتم قاعدين عايشين يا نظام على الذاكرة يريد عايشين على الذاكرة وفق ما يخدم المستقبل لا عايشين على الذاكرة فقط باش يخدروا الجزائريين ويهفوهم الفساد بلغ درجات لتطاق هما يحضروا يقول لك لا لا نحنا مع الشهداء آها فرنسا تتآمر علينا يخي كنتوا تقولوا بأنه الحراكي الشعبي مؤامرة فرنسية وعملاء فرنسا والناس اللي مقيمين في فرنسا ينتقدوا فيكم رهما معامل عملاء المخابرات الفرنسية هذا وش تسوق مجلة الجيش وهذا وش يسوق الجيش وهذا وش يحقي المحافظون السياسيون في الثقنات العسكرية الآن على أساس أنه كل واحد يتواجد على الطراب الفرنسي رهو عامل لفرنسا هكما استقبلتوا الرئيس بهذه الطريقة وفي بيتكم أكد لكم مستواكم مستواكم النظام رئيس جمهورية اللي ما يقدرش يحكي بطلاقة لأنه أول حاجة لو حكام تبون بلا ورقة كان رح يدير فضايح متسبل في أزمة وتعرف العلاقات ما بين الجزائر وفرنسا راه تشكل للعلبة السوداء والزرقاء والخضراء في النظام الجزائري هذه العلم اللي ما تظهرش توثيات حساسية كبيرة لذلك كتبول تبون كتبول الخطاب التزم به بحذفيره والغريبة تجي صحيفة جزائرية وعدة صحف كتبة تقول لك الرئيس تبون يعقد ندوة صحفية ورفقة ماكرون غدا ويتحدث باللغة العربية غريبة هذا إنجاز كبير نعم هذا إنجاز كبير أنه رئيس دولة دستور يقول لغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة يعتبره خبر أنه يقف مع الرئيس الفرنسي يتكلم باللغة العربية ورغم ذلك حتى في آخر اختمها له بآخر الكلمات اختمها له بالفرنساوية لا قلبه ما قدرش تفوت ندوة ما يهدرش رغم أنهم جلساتهم كلهم باللغة الفرنسية مجددوا لكم مرحب ترحاب والكلمة لكم سيد رئيس باروليتاو أنت باش تبين بأنه هذه اللغة لغة الدولة رو حتى في الجلسات النقاشات الخاصة هذه الجلسة تكون مترجم نتكلم عن الجلسات الرسمية الجلسات الأخرى تبون في داره يهدر بالفرنسية ما يهدرش بالعربية شينغريحة في داره ما يهدرش بالعربية يهدر غير بالفرنساوية كلهم هكذا ويشوفوا العربية لغة تخلف وكذا وكذا هذه الحقيقة إذن المهم هذا الشكل العام كانت ندوة استطاع الرئيس الفرنسي أن يقدم بيلان شعبه على ماذا قام به تقريبا وما زال درك يروح ويقدم كل شيء للحكومة والإعلام عنده ما يكتب ولكن في الجزائر ماذا قدم شعب الجزائر العمل للعالم مشترك وكذا والآفاق الواعدة وكالكلمات الرنانة لتقدر تفسر على أي على الأوجه كلها والمسار الجديد ومدريت شوشي هو والعلاقات والمرور يقول لكم العلاقات انطلاقا من الذاكرة مرورا بالتعاون ووصولا للحوار والتنسيق في القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك التوجه الجديد العلاقات الاستراتيجية الحوار الاستراتيجي هذه الكلمات الرنانة ما عندهاش لغة الخشب ما قدم شيء لماذا لم يتحدث مثل ما تحدث الرئيس الفرنسي قدم كذا 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 لأنهم يتهربون يتهربون من الحقيقة المهم المهم اشتركوا في القناة